موسيقى 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 في ظل الكورونا وفي ظل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية اللي كان يعيشها لبنان واللي بعضه اللي عم يعيشها قبل ما كنا عم نحضر الحلقة يعني كنا عم نقول شو بدنا نحكي وعن شو بدنا نحكي وبشو بدنا نبلش تنبلش يعني تنحكي عن المدارس الكاثوليكية في لبنان بس نحنبلش بالاشياء الحلوة بس نحكي المدرسة الكاثوليكية هي اكتر من مدرسة هي مكان للطلاقي شو يعني المدارس الكاثوليكية هي اكتر من مدارس هي امكنا للطلاقي هي امكنا لعيش الانسنة كيف يعني هاي الموضوع اللي حضرتك ترحتو كتير بمؤتمرات قبل ومن خلاله انا اليوم هيكي عم ضوي على بعض امور حضرتكو حكيتوها ونحن نعرف انه كل سنة منبلش العام الدراسي بمؤتمر للمدارس الكاثوليكية بيعطي انطلاقة بيعطي زخم بيدير اذا بدك الاسلحة يلي من خلاله المعلم بده يربي الاجل شكرا على السؤال يعني وبحب هون بداية يعني مع انها بالتاليولميار ما بتحب السياسي التاليولميار بس قلت في مشاكل اقتصادية وماريجية والاخرية بس احنا عنا مشاكل سياسية هي اللي وصلتنا لهالفساري المستشري بلبنان واللي متعمق بلبنان يعني مغمى مغمى ميحا ولهالسبب يعني اليوم المشاكل السياسية عم تفرض حالة على الاقتصاد وعم تفرض حالة على القضايا الاجتماعية التربوية وبالوقت نفسه عم تفرض حالة على القضايا التربوية والتعليمية دون ان يكون هناك اهتمام بموضوع انه المدرسة او التربية او التعليم هن الرافعة للقيم الانسانية والاخلاقية والسياسية والاجتماعية والمؤسف يعني انه اكتر من اللي عم بسببولنا مشاكل اليوم ان كان بالسياسية او بالاعلام او الى اخره هن يخرجي هذه المدارس الكاثوليكية يعني احيانا منقول يعني شو ربينا يعني مفحص ضميرنا نشوف شو طلع يعني الهم الكبير يعني اللي كنت حضرتك عم تقولي انه المدرسة الكاثوليكية اسمه معه اسمه معه نعم الكاثوليكية يعني الجامعة نعم يعني اللي بدأت تجمع الكل صحيح ولهالسبب بسمح لنفسي اعطي مثل عن انتشار المدارس الكاثوليكية بكل لبنان بكل لبنان دون شك هيدا مش موجود بغير بالبنان هيدا مش موجود بغير بالبنان مش موجود حتى عنا بلبنان لمؤسسات اخرى انه تكون موجود ليه لانه نحنا كمدارس كاثوليكية اسمنا معنا جامعين وبدنا نظل جامعين وبدنا نظل بخدمة كل الناس وازم ومع احترامي وتقديري لكل الامرشيات وكل الرهبانيات اللي فتحت مدارس بكل بكل الاماكن بحب انه ونحنا بسنة المكرم البطريارك الدويهي اللي اعلن لبنان الكبير اللي طالب بلبنان الكبير مع اكتار من اللبنانيين من بينهم المطران كريرلوس مغبغب الى اخرهي يعني لما طالب بلبنان الكبير كان عم ينشر الرهبات اللي اسسوا الرهبات العين المؤدسة المرؤوليات عم ينشرهم بكل لبنان مثلهم مثل رهبات القلبان الاخلسان مثل الرهبات تكون الرهبات الشويرية الى اخرين مثل الرهبات العنطونية يعني انتشرنا بكل لبنان لانه نحنا كنا مؤمنين اولا انه بدنا نجمع هذا الوطن بدنا نخيط هذا الوطن طي يضلوا مع بعضه البعض ونكون بخدمة كل الناس ما في تفرقة لمسلم ولا مسيحي لا فقير ولا غني الى اخرين نكون بخدمة الكل من هالمنطلق هيدا نحنا القيم الانسانية اللي نحب النا نركز عليها هي الاساس هي الاساس ومن هالقيم الانسانية هي انه اللي اللي بتعلمنا ايها الكنيسة اللي منا غريبة عنا يعني اولا التنوع التنوع كلنا ابناء الله وبنات الله كلنا تانيا الحرية تالتا المسئولية رابعا العيش معا وهو دي شغلات يعني يمكن عند البعض ولها السبب يعني اديسة البابا الديس يوحنا بولو ستاني دايما نحنا متغنى بهالشعار اللي اطلق ولبنان اكبر من وطن لبنان هو رسالة ولكن مننسى اقدار بيتوقف هون عند الرسالة رسالة حرية وتنوع وعيش مشترك بليراليسم من هالأسين سيدة نحنا اكيد ما فينا ما في مدارسنا الكاتوليكية لهم تكون منفتحة على الشكل حالو كتير حضرتك حكيت انه نحنا نربي الجميع ونستقبل الجميع في ظل الايم يلي نحنا عنا اياها الكاتوليكية يلي هي في كل لبنان يعني بقاعا وشمالا وجنوبا وببيروت وكل شيء نحن بالمدارس الكاتوليكية هلأ من بعد الكوفيد ومنعرف نحنا انه ببروغراماتنا كلها منصوب نحو الفكر اكيد دايما التلامذة اللي بيطرعوا من المدارسة الكاتوليكية الليو نحظوا شانس وانه يسافروا لبرا ويكونوا لامعين اكتر برا ونحنا منعرفوا هيدا الشغلة يعني وكل كلا بيعرفوها بس هل ياتورا من بعد الكوفيد صرنا بدنا نفكر بطريقة اخرى للتربية يعني ان نمي المهارات مش بس الفكرية نمي المهارات النفسية المهارات العلائقية المهارات بركة اكتر سبار بركة اكتر فن بركة اكتر اكتفيتايات تحت تالي نقدر عم نستقبل كل انواع مش رحقول كل انواع الاطفال لانه الطفل طفل ولكن كل انواع اذا بدك المشاكل يلي الاولاد من بعد الكوفيد عم يتعرضوا لأوقات مشاكل نفسية اوقات مشاكل صحية يمكن اوقات مشاكل سباشل نيد باكسيدو معين او بشي معين صار معوشي هل يترى فيه فكر جديد للمدارس الكاتوليية الكاتوليكية بهذا شيء وكيف ومع مين نحن بالواقع لما بلش الكورونا الكوفيد دي جناف كنا استبقنا كمان حتى مع الحراك استبقنا الامر وبلشنا نعد المعلمين تابعونا والمعلمات والاداريين والاداريات على ممارسة التعليم عن بعد صحيح منوا بقيمة التعليم الحضوري ونحن نتوق الى التعليم الحضوري ولكن بالوقت نفسه التعليم عن بعد عم بيخلينا نخسر اشي كتير من اللي عم تتفضلي وتقوليهم وتذكريهم الرياضة الفن الى اخره لانه ملزمين بوقت معين وبالوقت نفسه ملزمين انه نكون عن بعد يعني ما عم بيكون فيه تواصل وحضوري وإلى اخره ولكن هالشي هيدا ما منعنا ابدا انه نتواصل مع مؤسسات انسانية ومؤسسات اجتماعية لحتى يكونوا عم بقدموا لنا برامج لحتى نقدر من خلال التعليم عن بعد هني والتلميذ ببيوتهم نكون عم نقدم لهم شيء التربية على المواطني اهمية الفنون اهمية المواهب اللي بدها تكون موجودة عند التلميذ بدنا نعززها حتى يكون هالتلميذ فعلا يعني طالع من مؤسسة طالع مثلين طالع بسمح لنفسي اقول كلمة تقيل تقيل مش بمعنى انه عنده عمق وهيدا اللي فعلا بهمنا وبهمنا انه الرب عليه على هالأساس هيدا اليوم انا بقلك انا عندي وشع خصوصا تجاه هالتلميذ اللي هني بعدهم بالمراحل الدراسي الاولى ان كان بالروضة او كان بالابتداء او الى اخره انه مزروين ببيوتهم صروا شهرين ونصد قريبا مزروين ببيوتهم مش عم بشوفوا وجربنا متى ما بقولوا يعني مش قليل هوجبرة تنعكس عليهم وهيدي لازلك نحنا بقلب الامانة العامة المدارس الكاتوليكية مع المكتب التربية اللي بحيي كل اعضاء وبحيي كل هيئات الامانة العامة عم نشتغل كيف نحنا بدنا بعد الكوفيد 19 بعد الكورونا كيف نحنا بدنا نكون عم نستقبل التلامزي كيف بدهم الاساس يتعاطوا معهم كيف بدهم الاساس يتعاطوا مع بعضهم كيف الاداريين بدهم يتعاطوا مع المجتمع يعني بدنا نخلق اليوم في عنا ثقافة جديدة بدنا نسميها ثقافة ما بعد الكورونا على شو بتتميز هالياتورة هي كاليتيب التعاطي يعني العلاقات بدأت تكون اكتر من قبل يعني يكون هالأكيب عم يشتغل سوا هالياتورة رح يكون فيه دايما عم بتقيموا الشغل لانه قبل كنا مشيين ببروغرام هيدا هو كل السنة ما منزيع عنه هيك رح يكون فيه الثقافة الجديدة هيك اصدق هيدي اللي هيدي اللي بعض مظاهر من هذه الثقافة الجديدة اللي نحن بدنا وما بجوز انه نعملها لوحدنا يعني كما ديرس كاتوليكي بدنا نكون بتعاون مع كل المؤسسات التربوية وتحديدا مع المركز التربوي البحوث والإنماء وتحديدا أيضا مع وزارة التربية اللي بدا تكون اخذ موقف جدي من الحكومة ككل وان شاء الله يكون في عنا حكومة مش تصريف أعمال حكومة فاعلة حتى فعلا نكون عم نقوم بهالدور اللي ملقى على عتقنا اليوم لأنه ايد واحدة ما بتزقل ونحن ما بدنا نكون شوي يعني اليوم أنا بشعر بمسؤولية كأمين عام للمدارس الكاتوليكية ومنصق الاتحاد المؤسسات التربوية بشعر بمسؤوليتي كممثل للكنيسة بأضايا التعليم والتربية أنه نحن مسؤولين عن كل تلاميذة لبنانين كانوا بالخطاع الرسمي أو كانوا بالخطاع الخاص كانوا كاتوليك أو كانوا غير كاتوليك يعني من هالمنطلة خير احنا عم نطرح الصوت لحتى يكون في عنا هيكي تعامن مع بعضنا البعض وتضامن وبسمح لنفسي بالوقت اللي منعونا نطلع من من أديارنا والروح على مدرسنا وإلى آخره استفدت كتير تطالع تطالع شغلتين يعني كتابين كتاب كتب الكرنال كاسبار عن الرحمة وقبلrav بيس上 الرحمة اليوم مهمة وقبلني احنا اليوم بنا ننشأ على الرحمة وقبلنا ننشأ على الرحمة تجاه بعضنا البعض ومع بعضنا البعض ولما بيحكي عن الرحمة كانت غيبة عن مجتمعنا وكانت يعني فيها مزاهر خارجية فقط لا بنا نحنا ندخل للعمق بنا ندخل لعمق الرحمة وما بنا نرحم إنسان ونترك إنسان تاني الرحمة بدا تطال كل الناس والمجموعة التانية اللي كنت عم بقراها هي مجموعة كلمات أو خطابات لأدسة البابا فرانسيس اللي حفظت منها إشياء كتيري بس في شغل بحب أني ركز عليها هي السوليداريت هي التضامن ولكن أكتر من هيك بحب أني ركز بالجواب على هالتربية اللي إحنا بدنا نعيشها اللي هي الابتعاد عن الفردية عن الانديفديوليسم لأنه أدسة البابا بيقول بابا فرانسيس بيقول 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 شغلة كتير حلوية بيقول أخطر من الكوفيد ناينتين أخطر من الكورونا هو الانفرادية هو الأنانية يعني واحد ما بيفكر إلا بحيله الإيجويسم يعني هيدا ما بيفكر إلا بحيله يعني هيدا أخطر من الكوفيد من الكورونا وهو كمان برجع بيستذكر شغلة وكمان بيستذكر شغلة رابعة كمان شغلة بدي استذكرها هو أدسة القديس البابا يحنى الثالث واليحنى بقوله ستاني لما التقى بالشبيبة زمني غلطان بكندا كان عم بيقول لهم كلام رائع قال لهم أوعى تفكروا أنه الخطيئة الكبرى هي اللي مثل الناس بيحكوا عنهم الخطيئة الكبرى هي أنك تكون أنت قليلي هيدا الخطيئة الكبرى يمكن أهم الخطايا هيدا هي أنه يكون واحد انعزالي يكون واحد بأوعى على ذاته يكون واحد انفراضي ما همه إلا ذاته وبرجع برجع يعني تقول أنه يعني عن شو عم نركز يعني ما بعد الكوفيد نينتين تقول أنه نحن في عنا في عنا شغلة كتير مهمة أعلن سيدنا البطرك الراعي اللي احتفلنا بيعيده أيضا بذكرى تنصيبه وبطريارك للكنيستنا الماروني ورئيس مجلس البطاركة والأثاقفة طلع شيء اسمه المثاق التربوي الوطني اللي هيدا فيه لجنة بحييون عم بيشتغلوا على هالموضوع حتى يكون فعلا في عنا تنشئة جديدة على وطننا وأنا مع مجموعة متمثل طواقف متعددة بالمركز الماروني للأبحاث والتوثيق عم نشتغل على التربية الإيجابية لمكافحة الفسار المستشري بالإضافة إلى قيم أخرى لازم نربي بالرعاية عم بيقولولي معنا اتصال بدنا ناخد هالاتصال إذا بتسمح يخذ تكمل هالشغلتين وبرجع بيأخذ الاتصال الشغلة كمين هيدا بدنا نشتغل عين واللي هو شغلة كتير مهمة المثاق التربوي العالمي اللي أعلنوا أديسة البابا اللي هو عم بركز فيه كمين على شغلة أنه كلنا سوا بنكون حماة لهذا البيت المشترك اللي هو هذا الكون هذا العالم فإذا في عدة عدة فتاع على هالأضايا كلنا سوا ولذلك المكتب التربوي اللي قلت لك عم يشتغل على هالأمور هايدي لحتى يكون فعلا كيف نحن بعد الكورونا نحن بدنا نكون حتى بقلب الكورونا كيف نحن بدنا نكون عم نعزز هذه العلاقات الإنسانية ما بين إدارة وأهل وأسادزة وتلاميذ وإلى آخره تحية لكم أبونا أنجد وتحية لها المثاق اللجنة يلي هي بالاتفاق أكيد مع كل شيء روما أكيد تعطينا إياها أكيد مش بعيد عن شغلكون عنا اتصال مع حدا كنتوا عم تشتغلوا معه دايما من حييون ألو صباح الخير صباح الخير يا عمي وقت تقول قفير بطرس ع الزهر بتتحكي من جوا وبتتحكي من برده ما فينا هيك قلبنا كله بيصير فرحا وخلصنا صوته الله يخليك أهلا بهبا كيف قفير بطرس أهلي بونجوريك يا انبسطت كتير سمعت صوتك وتصمنا عليك لأنه صرنا فترة ما شفناك صحيح صحيح نشكر ألا إذا الصحة مليحة يعني كل كيه التاني مليح كتر خير ربنا كتر خير ربنا ومرسيه لأتصالك وأكيد نحنا الموضوع الحلقة اللي عم تحكي عنه المسار هو داخل بشغل نحنا وياكم كتير وإنتو لكم طلاعيين فيه مظبوط عم بسمع كتر بطرس عم بسمع أنه عم تقول الإنسان ما في يكون مكوكع على حاله صحيح يطلع ويعمل شيء يخدم الحواليه وهيذا اللي بميزنا بالفكرة نعم حقيقة هبا نحنا بدنا نستفيد من اتصالك وبدنا نسألك نحنا دايما مننطر سكيلد ومننطر أكيد الأمان العامل للمدارس الكاتوليكية وكل التربويين إذا بدك اللي بهمهم الإنسان لحتى اللي نعرف شو عم تعملوا السنة جديدة سنة الماضي بنسان اليوم الوطني للأشخاص السنة شو عم تعمل سكيلد كرميل تعزز حقيقة الشراكة مع الكل بيظل هذه الحالات اللي موجودة بكثرة بلبنان نعم شكرا على سؤالك وطبعا نحنا كل سنة نشوف واقع الأرض ونشوف شو فيه حوالينا مثل ما قلت سنة الماضي كان الهدف المؤسمر الإلكتروني أنه نوصل أفكار أونلاين للأهل شو عم بيثير على الأونلاين سنة حيبين المحور يكون للأهل يعني سنة الأهل بإبثير لأنه حيثين أنه الأهل هن جنود المجهولين اللي يمكن انظلموا أكثر بهالسنين هلأ بهاللوكداون لأنه كانوا على الأهل شوي يسكلوا على مساعدة خارجية هلأ صاروا هن المدرسة وهن التعليم وهن الماما وهن البابا وهن كل سنة سو السنة حيبين كمان نجمع الأهل بمؤسمر حيثون هدفوا تلك أشياء حيبين نكرمهم وحيبين نزودهم بموارث وحيبين كمان نمثلهم وندعمهم بترينينج معيانية لحتى كمان هن يقدروا يضاينوا ويكفوا هم الصور مع أولادهم سو بقدر إلك إنه شويتي سورفايزز غير عن العادي في مفاجآت بهيدا المختمع السني حيبين الأهل نحطلهم ابتسامة عاوجون إن كان بطريقة بطريقة إنه نعرض الإسياة بطريقة إيجادية أو نزودهم بإسياة هنا بحاجة لأنا سو أكيد سيربط بيكون معنا وكل المحبين يلي حمدين هالأسية كلنا سوا مع كل سنة لنقدر نوصل لأكثر تريحة موجودة بالمستمع نتاعدة ونعمل فوعية كمان عن وزوب التعاطف لهذه الإسياة الموجودة حوالينا أكيد بننطر نحن للوقت اللي بدكوا تحطوه بنرجع للفيسبوك سكلد بنرجع لنسأل أكتر أكيد المشاهدين بيسوا أنه يعرفوا وين تيفوتوا بأي سايت أية اللي حتى يعرفوا الوقت ولمين متاح هيدا الويبينار؟ نعم نحن في تحينه طبعا مثل العادي مجانا للجميع طبعا برجع أقول الفوكس هن الأهل وطبعا لمعاليات والأساسة أكترياتهم أهل يعني طبعا هيدا السريحة كلها وطبعا على الفيسبوك سيت لحنحط ابتداء من أطبوع دي واللي بعده ببلشوا ينزلوا دعايات اللينك ليقدروا يسجدوا لهيدا المؤسما عزيم تحياتنا لدكتور نبيل قسطة اللي هو مش موجود بلبنان موجود بأمريكا ولكن لفريق اسكيلد يلي عم يشتغلوا حقيقة لأمور بتهم الإنسان وبتهم الطفل اللبناني شكرا كتير هيبا ومنضل على تواصل تحته نعرف أكتر وأكتر نحن والمشاهدين عن هيدا الويبينار اللي مهم كل سنة يلي يعرض كرميل الأطفال اللي عندن حاجات واللي صرنا كلنا عنا حاجات وكل شخص منا بحاجة لأنه مرسيبا الله معك الله معك وصلنا على ختام الحلقة بهالختام المسك لهيدا الموضوع إذا بدنا نحكي عن الأمور العملية ممكن هيدا هي أبونا صحيح صحيح وأنا هون بدي حيّة متل ما حضرتك الدكتور نبيل قسطة اللي من وقت ما جيت على الأمان العامي ولا مرة بيغيبني عن هال عن اللقاءات اللي عم تنعمل بس بحب كمان الفت النظر وهبا أكيد أشارت للموضوع مشكورة أنه نحنا لما التأينا مع الدكتور قسطة والتأينا مع اتحاد المؤسسات التربوية فرضنا على الدولة من خلال مركز التربوي ومن خلال وزارة التربية فرضنا تعيين يوم خاص لذوي الحاجات التعلمية اللي هو 22 نيسان من كل سنة وصلنا عم نحتفل فيه هالسنتين يعني عم نحتفل فيه عن بعد إلكترونيا إلكترونيا ولكن شغلة كتير مهمة فعلا أنه نلتفت لأخوتنا وخياتنا هذي اللي هني كمان بحق لهم بالحياة وعندهم إمكانيات وعندهم مواهب لازم نوعيلون إيها ولازم يكون حاضرين لإلهم حتى نساعدهم ونساعد أهلهم مثل ما تفضلتوا إيلة هيبها لأني حتى يكونوا فعلا هني عم بيشعروا بفرح إنسانيتهم وبالتضامن الإنساني معهم اللي كنا عم نحكي عنهم أكيد أبونا نحن ما رح نوقف بحلقة وحدة رح نرجع نعمل حلقة تانية مع حضرتك عن هيدا الموضوع بالذات الأطفال اللي عندهم حاجات واللي عندهم حاجات تعلمية وصعوبات تعلمية وحاجات يمكن جسدية فكرية ونفسية أيضا لأنه كلنا بعد الكوفيد مش متل قبله نعم لهالسبب نحنا أكيدا ننترك بحلقة تانية بختام هيدا الحلقة مشاهدينا ما فينا ما نذكر إنه المدارس الكاتوليكية اسمع بيعني وكل حدا مننا عاش بالمدارس بيعرف إنه بتعطي هدف للحياة بتعطي معنى للحياة من وراء القيم الروحية مش ضروري تكون فقط القيم يلي هي بتكون عم بتقلنا إنه لأ أحبه حالكن أنتو بس أكيد منعطي المهارات لهالأطفال مهارات اجتماعية مهارات نفسية مهارات مثل ما قال أبونا بدرس كرياتيف يلي هي فنية بتعزز القدرات عند الولد وبتمميله حاله ومثل ما قال بتخليه شخص عم يتخرج من هالمدارس شخص كبابل شخص قادر إنه وين ما نزدته بالمجتمع بيكون واقف بيختام هايدي الحلقة أبونا بدرس شو بتحب توجه للأهل وأنا حسيت عليك يا عم بتحكي هيبة إنه مخصصين النهار وفيه سوربريز للأهالي ما بعرف حسيت فيه غصة عندك شو بتوجه للأهالي بل حاجة بوجه لهم هيك نداء ولا بل تحية قبل النداء تحية للأهل لأنه مش قليل قدائش اليوم عم يتعبوا على أولادهم قدائش اليوم عم يتعبوا لح charisma امنونهم تعليم زيز مستوى قدائش عم يتعب لح Skills امنونهم لقمة العيش وقدائش نحن اليوم عم نطالب الدولة إنه تدعم الأهل لحتى يقدروا الأهل يطعموا أولادهم ويقدروا يعلموا أولادهم ويقدروا يربوا أولادهم يسلمون مستقبل حلو يحطوا قدامهم أمل بالحياة أمل وفرح بالحياة وخصوصا لما بيكون في عندهم حاجات وصعوبات معينة إدياش حقيقة هون تقدير الأهل إنه بيشوفوا لك بهالشخص هيدا صورة ربنا صورة المسيح اللي بيشوفوا فيه حتى بيتجددوا كل يوم وأنا رفقت هايكي شو اسمه اكتار من هالجماعات اللي بتهتم بالأطفال وكلهم يعني كانوا فعلا كان فيه فرحة كشوف عندهم الفرح كشوف عندهم روح العائلة وهيدا بقلهم للأهل الله يوفقكم وربنا يكون معكم وما تخافوا ربنا معكم أكيد أكيد ما فينا زيد شي حول هيدا الحكي وهيدا الرجع وهيدا الإيمان اللي عند كل حدن منا ونحنا منقول إنه مش لحالنا عم نشتغل ربنا حاضر معنا يسوع القائم من بين الأموات هو اللي عم ينشل كنيسته وهو يلي قال أبواب الجحيم لن تقوى عليها المدارس الكاتوليكية أيضا أبواب الجحيم لن تقوى عليها لأمل اللقاء فيكن واللقاء بحب واللقاء بهالرجع أنا بقلكم مشاهدينا إلى اللقاء بحلقة جديدة من إنكلوجين الله معكم أبواب الجحيم لن تقوى عليها موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة